السلام عليكم قبل ما أبقى حبيب أقول أنه كتابة وتصوير هذا الفيديو هو المفروض آخر شيء أسويه هذه الفترة أنا آخذ إجازة لمدة أسبوعين من العمل عشرة أيام منها كان من المفروض أني أفرغ نفسي تماماً لكتابة وعمل بحث لمشروع التخرج من الماجستير وكنت عامل جدول عشان أحمس نفسي للتفرغ لعمل هذا المشروع أو كتابة هذا المشروع كل يوم الصباح إلينا المغرب أو العصر أبدأ أعمل البحث والكتابة وكل يوم في الليل عامل قائمة بالأفلام اللي ما شفتها خلال السنة أني أتفرج عليها يومياً شفت عدد جيد من الأفلام للفترة السابقة وكانت الخطة أني أجمعهم كلهم في فيديو واحد وأعمل مراجعة سريعة لكل فهم زي ما عملت كثير من الحلقات لكن من يوم شفت هذا الفيلم وأنا بالي مشغول فيه تماماً وشي كده بيدور في رأسي أنه عمل مراجعة سريعة على هذا الفيلم ما يكفي ما رح يديني فرصة أني أعبر عن فكرة الفيلم أو أعبر عن تجربتي مع الفيلم فعشان أرجع مرة ثانية أركز على مشروع التخرج وأرجع أركز على الكتابة قلت أطلع دال شيء من رأسي وأصور فيديو مستقل لهذا الفيلم هذا الفيلم صدر منتصف السنة وحصل على صدى جيد في الوسط السينمائي للأسف فاتن الفيلم في السينما لأنه ما عرض في كل السينمات وما نعرض في وقت طويل إذا ما قلت غلطان لمدة أسبوعين وإنشال من السينما ومن وقتها أنا منتظر أنه يجين للوقت تفرج على الفيلم وأنه يتوفر على منصة رسمياً وأخيراً صدر على الأيتونز قصة الفيلم عن سيدة ألمانية تتزوج من رجل فرنسي وتنجب منه طفل وهم عايشين في فرنسا ونشوف بداية الفيلم أنه هذه العائلة عايش في منطقة المعزولة نوعاً ما وهنعرف الأسباب من أحداث الفيلم لكن من بداية الفيلم الزوج بيموت الولد الصغير يرجع للبيت ويتفاجأ أنه أبوه موجود على الأرض وواضح كأنه سقط من الدور العلوي الدم متواجد في الأرضية ومن الواضحة الآن أنه الأب ميت فتبدأ الشرطة بالتحقيق ونلاقي أنه الموضوع ما بهذه السهولة أبداً هو فعلاً سقط لكن آثار الجرح المميد تبين احتمالية وجود طرف ثالث وأن الشخص مو ببساطة وقع سهواً مو ببساطة حاول الانتحار الاحتمالية الثالثة إنها جريمة قتل والمتهم الأول الآن هو الزوجة من هنا تبدأ قصة درامية من نوع درام المحاكم إلا نشوف فيها المحاميين والمرافعات والاستجوابات للشهود والمدعي العام وغيرها ومع جلسة المحاكمات نتعرف أكثر على العائلة وعلى الزوجين تفاصيل زواجهم وعلاقتهم الأسرية وندخل في حالة عارمة من التخبط والشد في كل هذه الأسرار وإش اللي صار فعلاً ما عرف كيف أبدأ في وصف هذا الفيلم غير أنه ساحر ساحر بأحداثه، ساحر بالتمثيل اللي فيه والواقعية في العديد من التفاصيل لكن أهم شي أتكلم عنه في هذا الفيلم هو تمثيل الشخصية الرئيسية لأن ببساطة الممثلة اللي قدمت بأداء دور الزوجة في هذا الفيلم هي أفضل أداء تمثيلي أنت ويشاهدتوا في هذه السنة بلا مناسبة للأسر، أنا ما شفت فيلم بورثينجز لإماستون وممكن رأيي يتغير لو شفتني أني سامع كلام حلو عنها بس استثناءاً لهذا الفيلم أداء الزوجة هو الأجمل في سنة 2023 تمثيل هذه الممثلة اللي حتى ناسي اسمها وما عرف اسمها أساساً ممكن أول مرة أشوفها أصلاً أسرني وصلت الأحاسيس المختلفة ببرعة الممثلة في الفيلم بتتكلم ثلاثة لغات الممثلة أصلاً ألمانية وطالعة في الفيلم أنه جنسية الشخصية ألمانية فالشخصية ألمانية وطبعاً تتكلم الألماني لكن بحكم أنها عايشة في فرنسا بتتكلم مع كل الأشخاص اللي موجودين في المجتمع الفرنسي بالفرنسية لكن بحكم أنها متزوجة من رجل فرنسي وعايشة في فرنسا لقوا أنه من الطريقة الأسلم أنهم يتكلموا باللغة الإنجليزية كلغة محايدة داخل المنزل حتى مع طفلهم اللغة ليست شغطة يكون عامل مميز بس إن واحد يجيد اللغات لكن اللغة كلها دور أساسي في التمثيل في تمثيل الشخصية لأنها بتكون أحد الجوانب الأساسية في الدراما داخل المحكمة القضية في فرنسا القاضية فرنسية حقيقة المحلفين فرنسيين والمدعي العام كمان فرنسي وجهة نصيحة من المحامل الخاص فيها إنه إذا حبت توصل للرسالة أو تحبت أنها تدافع عن نفسها من الأفضل إنها تتكلم باللغة الفرنسية وهنا يورينا سحر اللغة وكيف إنه حتى من غير ما تفهم اللغة اللي تتكلم على الشاشة تقدر تفهم أشياء كثير من طريقة إتقان اللغة من عدمها من طريقة التعبير عن الأحداث لأنه وصلني صعوبة إحساس التعبير لهذه الشخصية عن الحدث اللي صار معاها حاولت أكثر من مرة وصولا لمرحلة تطلب من الجميع إنه حتتكلم باللغة اللي تقدر عليها وهم يترجمون ضيف عليها أداء هادئ في أغلب جوانب القصة أداء هادئ في عز اللحظات اللي بتتهم فيها وصولا لحظات انفجار مهمة لحظات انفجار بتدي سؤال هل هذه اللحظات الانفجارية عادية طبيعية ممكن تمر بيها أي زوجة أو قاتلة ومن الجانب ثاني ولأنه أغلب الأحيان إحنا بنسمع الأحداث هذه من الزوجة في المحاكمة وبنسمعها كمان بلغة مختلفة هذا الشي يعمل زي الماسك يعمل زي القناع إحنا ما إحنا أعرفين نصدق كلامها أو لا وغير الزوجة عندنا آداءات تمثيلية مختلفة داخل هذا الفيلم من أجمل الأداءات التمثيلية هذه السنة سواء المدعي العام المستفز مستفز بكلامه بحركاته بإيماءاته لأنه بيحاولوا بيشط الطرق أنه وصلنا لكره الزوجة وأنه نصدق أنه هي القاتلة فكيف أثر هذا الاستفزاز المقصود علينا كمشاهدة محبة الشخصية من عدمها وإيش أثر هذا الاستفزاز المقصود للشخصية المدهمة داخل القصة دير المدعي العام عندنا تمثيل ولد صغير يا رباه جميل جدا أولاً بيعطينا دور لشخصية طفل معمل طفل ما يشوف هذا تحدي بحد ذاته زيت عليها مواقف درامية مبكية هذا الطفل مر فيها وهو بيحكي عنها يا رجل الله يكرم السامعين حتى في كلب في الفيلم والله أعطاني دور جميل من غير أي حرق للأحداث في حدث مهم جدا يتعلق بهذا الكلب وكان يحتاج لتمثيل واضح أنه في مدرب للكلاب قدر فعلاً أنه ينجح أنه يوصل لنا مشاعر معينة يوصل لنا حدث مهم في القصة وبعيداً عن التمثيل أنا شخصياً أحب القصص حقية المحاكمة أحب الأجواء الهامة بأي محاكمة أحب طريقة استجواب الشهود أحب الواقعية في استفزاز الخصم فلما تجيبني في هذا الفيلم وعندنا قضية غير مباشرة تعتمد على كل الظروف وكيف ممكن تبني سيناريوهات مختلفة من أي ضرط متواجد فيها فكان تحدي أنه تخليني كمشاهد أصدق كل السيناريوهات المحتملة والرهيب أنه الفيلم مو بس اعتمد على أنه يحكيكش السيناريو اللي ممكن كان يصير وأدى إلى مقتل الزوج لا كل السيناريو إحنا بنشوف تمثيل له في الشاشة غير فكرة أنه عندنا علاقة زوجية بتتعرى تماما أمام الغرباء كيف ممكن حياتك ككل يتم تلخيصها في موقف أو اثنين سيئة يعبر عن علاقتك الزوجية ككل اللي ممتدة للسنين كيف تحاول تقنع شخص غريب أنه اللي بيسمعوه أو بيستنتجوه عبارة عن نقطة من بحر الحياة الزوجية ككل هل يكفي أنك تاخد أسوأ موقف صار بين اثنين عشان تحكم عن العلاقة كلها هل لو شخص قال لي واحد أنا أكرهك معناها أنه يعنيها في هذا الموقف ويعبر على العلاقة ككل طيلة سنين طويلة فالرهيب في الفيلم أنه بيخليك تتخبط بين قوة الأشياء اللي بتسمعها بين حدية المشاهد والأشياء اللي بيستندوا عليها المدعي العام وبين الواقع بين أمور أنت عشت فيها حياتك الحقيقية فالفيلم بيورينا سهولة الاستنتاجات والحكم على الناس وكيف أنه نحن كبشر من الطبيعي والأسهل هو سوء الظن كيف أنه ما نصدق نلاقي ولو حجة صغيرة حجة بسيطة أنه نلقي بكامل الغضب والحكم على الناس فكل هذه الأحداث كانت موفقة لأنها بتستند على نص مكتوب بعناية حوارات تفصلك تماما عن واقع حياتك العادية وتخليك جزء من واقع الفيلم أحد الحوارات يا رجل كان مع واحد من الأطباء النفسيين رائع غير الحوارات اللي بنسمعها عن طريق أحد التسجيلات واللي بتمثل حوار الزوج مع الزوجة الحوار ده بس لحاله عبارة عن كيستدي عبارة عن درس في كيفية كتابة الحوارات كيف أنه أي حوار بين زوجين خصوصا اللي بينهم مشاكل كيف يبدأ من شيء ويتجه لشيء آخر تماما زيد على التمثيل اختيارات ذكية في عمل المونتاج اختيارين أساسية حبيتهم جدا في المشاهدة واحد أثناء الاستماع للتسجيلات الصوتية بين الزوجين بننتقل بين مشاهد حقيقية للزوجين وهم بيتكلموا بعدين بننتقل للمحاكمة وكيف الناس وهم بيستمعوا وبيحكموا على الزوجين من خلال هذه التسجيلات الصوتية ومشهد رائع يبكي للطفل هو بيحكي عن أحد الذكريات اللي صارت لأبوه وانه كيف أبوه كان بيقوله على بعض المعلومات وهو بيتكلم وبيقول للمعلومات الطفل بيحكي لكن الكاميرا تتجه على الأب وهو بيتكلم الصورة صورة الأب حركة الشفاية في حركة الأب لكن الصوت جاي من الطفل حركة بسيطة بتسأثرها أكبر أحب الموسيقى لأنها تضيف عامل ساحر في الأفلام ممكن تزود من شاعرية بعض الأمور ممكن تزود خوف ببعض المشاهد لكن يعجبني أكثر كيف أنه في بعض الأفلام تستغني على الموسيقى تماما وتخليك تنغمس في الواقعية اختيار عزل الموسيقى موسهل لأنه ممكن تمر بملل تخيل ما في موسيقى فيلم كله تخيل فيلم يكون طوله ساعتين تخيل الحوارات تكون طويلة تخيل المشاهد اللي ما فيها أي حوار بس إنك بتستكشف بيت أو منزل أو موقع جريمة كل هذه الأمور تحتاج موسيقى بعض الأحيان عشان تشد المشاهد هذا الفيلم محتاج الحوار شالها الأصوات اللي بتصدر من المشاهد شالتها وخلتني أركز في كل مشهد أحاول أطلع أي حل لهذا اللغز اللي احنا قدامه الفيلم طويل ما حسيت بالطول أبدا لأنه مكنت مشدود في أغلب الأوقات مهتم في كل الأوقات متعاطف جدا مع الوضع ككل من البداية للنهاية ومستعد لأي احتمال لأنه وراني كل الاحتمالات ما اعتمد بس على خيالي الفيلم متكامل على كل الأصعدة لو بغى أمسك جانب واحد أزعجني صراحة هو كيفية تنفيذ النهاية مش النهاية النهاية حلوة حبيت الحدث اللي في النهاية كمان جدا بشكل كبير حبيت الرسالة حتى اللي في الأخير لكن طريقة تنفيذ النهاية لأنه الفيلم مع كل الأحداث هذه اللي صارت كم من الممكن ينهي على نغمة أعلى كم ممكن ينهي وأنا في قمة الانفعال والانجداب مع الشخصيات لكن قرر قرار غريب يمكن يبغي يكمل في الواقعية اللي اداءنا هي من بداية الفيلم والفيلم أنا شايفه مط آخر عشر دقائق والله ما حسبتها بس تحس إنها فترة طويلة بعد النهاية الفعلية بالنسبة لي وصرت مستني أوه أكيد ما هيكمل ألفاظي أكيد في عندنا منحنة جديد أو توسط حيصدر النتيجة كانت إن خلتني أفقد هذا الانجداب والانفعال والشدة وأنزل في قمة الهداوة اللي تنهي جانب بسيط ممكن ما هيأثر مع الكثير منكم بس أثر معايا لكن هذا لا يفقد أبداً جمالية والمتعة اللي عشتها مع الفيلم من أجمل أفلام سنة 2023 يفكرني بتجربة مماثلة عشتها برضو مع فيلم أجنبي سنة 2012 أظن و2013 فيلم The Hunt كنت أتمنى أن أشوف الفيلم هذا في السلم شفته مرة وأتوقع أن أشوفه مرة ثانية وأنا أحاول أقنع أصحابي يتفرجوه معايا وتقييم الفيلم هو 9 من 10 ياريت تشاركني في التعليقات تجربتك للفيلم وإذا كان في فيلم ثاني تتوقع أنه طاح علينا أو مر علينا سهوا خلال سنة 2023 كان معاكم ماهر موس أراكم إن شاء الله حلقة الجاية